اذا اردت و انت مسافر من محافظة لمحافظة و بالمسجل ثلاث شغل فالنطمية منه اللي يخترب بالك اولا اولا من التراث ام من الشيس راحتك اريد من الثنين حتى اثنيناتهم تقرأ لهم من الثنين اي والله هاد السرح اقرأ لك راح اقرأ لهم ثنينهم بالمناسبة بس بالبداية منه التراث منه والمتواجدين الله يحفظهم منه خليني اقول هاي داري النوايب عتبوها مولا حمزة رحمة الله عزيزي مع الله يا رحمة وعلى حال العقيل نشدوها ما شاء الله ما شاء الله هاي داري نوايب عتبوها هذا بالنسبة للتراث نعم أما بالنسبة للمتواجدين الله يحفظهم جميعا المتواجدين عفونا أبو الأكبر الحالات شعرا ولحنا وإحساسا اللي يثير سماعك شنوه سماعي مثلا خلينا أجيك مل باسم الكربلاي في قصائد إجمالا لو ناص لا لا قصائد ها قصائد الشيخ حسين الأكرف نعم قصائد جاي يعدد لك نعم أجي إلى كرا ربغنيم صراحة يعني نعم محمد باقر الخاقاني نعم احترامي للجميع وحالات الشباب اللي تطلع عندنا قصائد إلى أن أصل إلى الشاب يجوز أول قصيدة إله بس عجبتني عجبتني تشوفني أسمعها فأسمع الجميع جميل وأدعو لهم جميعا جميل وأنا مع كل جمال وإبداع جميل نعم